موسيقى يعتبر الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة من أولويات حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة ويأتي هذا الهدف ليؤكد أن دولة الإمارات ستستمر في دعمها اللامحدود لملف التوازن بين الجنسين خاصة على كافة المستويات وفي كافة القطاعات وهذا لم يكن وليد اللحظة فالقيادة الرشيدة ومنذ بدأت المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رحمه الله وما قامت به سمو الشيخة فاطمة بنت أمبارك حفظها الله ومدعمها المستمر لملف المرأة هذا يؤكد أن هذا الملف مهم جدا في دولة الإمارات تم تأسيس مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين في عام 2015 بإعلان من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي حفظه الله وتم تكليف سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد المكتوم رئيسة لهذا المجلس اليوم المجلس من أهم أهدافه هو إعطاء الفرص المتساوية بين الجنسين في كافة القطاعات الحكومية والخاصة أيضا وقد تم تكليف مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين لرفع مستوى أداء وترتيب دولة الإمارات في تقرير الإنمائي للأمم المتحدة على مستوى العالم لتكون من ضمن 25 دولة الأفضل عالميا حققت دولة الإمارات العديد من الإنجازات والمبادرات فيما يتعلق بهذا الملف المهم ملف التوازن بين الجنسين سواء كان على مستوى التشريعات في مراجعة وتحديث العديد من التشريعات أو على مستوى مبادرات كدليل الإمارات للتوازن بين الجنسين الذي يتم تطبيقه في القطاع الحكومي والخاص أو على مستوى المبادرات المختلفة سواء كانت المرأة في مجالس الإدارة وتأكيد على أهمية وجود المرأة في مجالس الإدارة من خلال عمل برامج تطويرية تجعل المرأة مؤهلة أن تكون في هذه المجالس جاء تشريع أو قانون إجازة الوضع والأمومة كما جاء قانون المساواة في الأجور بين الجنسين وجاء قانون الحضانات في مقار العمل ليؤكد أهمية وجود وعمل المرأة وتمكينها في مقار عملها نحن ساعدين جدا بالتأثير الإيجابي الذي تركه مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين على النطاق المحلي والإقليمي والعالمي ونود أن نؤكد أن دولة الإمارات تسعى أن تكون نموذجا يحتذى به على مستوى العالم في مجال أو في ملف المرأة ونحن نفخر في مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين أن نكون جزءا من اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة التي تعمل على ترجمة التزام دولة الإمارات في تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 ترجمة نانسي قنقر